تحت رعاية معالي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة وبحضور خليجي وعربي رفيع المستوى تم تكريم معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في حفل الدورة السادسة لجائزة العمل الإنساني للعام 2022 والتي تنظم سنويا لتكريم نخبة من البارزين في مجالات العمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي نعم رئيس المجلس الأعلى للصحة خطم سيرة حافلة بالعطاءات والإنجازات في مختلف المجالات لسيما في المجال الصحي حيث أسهم بشكل رئيس في تطوير المنظومة الصحية الشاملة في مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والتشخيصية للمواطنين والمقيمين سطر معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مسيرة حافلة بالعطاءات والإنجازات في مختلف المناصب والمهام التي تولها في مختلف سنوات عمره لا سيما رئاسته للمجلس الأعلى للصحة منذ ديسمبر عام 2014 وحتى الآن فهو رجل متعدد الاهتمامات والمسؤوليات وصاحب مبادرات عديدة في مختلف المجالات وهو من عمل على تهيئة الأرضية المناسبة وبناء الاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع الصحي والطبي وخصوصا على صعيد تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد الصحية والتنسيق مع جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص ومد الجسور مع المؤسسات الدولية المعنية بقطاع الصحة والتأكد على تجسيد مبادئ الشفافية والعدالة والاستدامة في القطاع الصحي بمملكة البحرين فعمل معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة وما زال يعمل على وضع الاستراتيجيات الوطنية للصحة في مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بجانب تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين كما يحرص معاليه دائما على تشجيع وتنسيق البحث العلمي في المجال الصحي وتنظيم المؤتمرات الصحية وزيارات المختصين لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول كل ما يتعلق بالقطاع الصحي وحينما حطت غمامة جائحة فيروس كورونا برحالها وصل رئيس المجلس الاعلى للصحة الليلة بالنهار مع فريق البحرين الواحد للتصدي لهذه الجائحة العالمية فرأيناه الداعم والمساند والمبادر وصاحب النظرة الطموحة فتمكنت البحرين من ان تتخطى تحدي فيروس كورونا وتحوراته المختلفة وذلك من خلال التنسيق والاعداد المسبق وخلق بيئة صحية ذات جودة عالية تتغلب على الصعاب كافة معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله هو احد الابناء البارين بامهم البحرين قدم سنوات عمره لها وها هي كانت وما زالت تفخر وتقدر كل ما قدمه لهذا الوطن وابنائه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة